أولا فساد هذا منظومة دولية منظومة عالمية وكتلقى الفساد الخارجي كيتعاون مع الفساد الداخلي لأنه واحد العدد ديال الدول إلي تقدمات تقدمات لأنه أريقة دماء في إفريقيا ونهب ديال الخيرات ودك شبش هم تقدموا وباقي الآن ربعتاش الدولة اللي هي كي حكمها الفرنسي فرنسي كي تطبع فرنسا ولا بغيتيك يسلفوك شوية ويعطوك هذا مخلين الدول يعني في الفقر المغاني نيجيريا اللي فيها البترول ما عندك لاش تحفر عليه كاين فقر الأرض أفقر بلد في حين أنها فيها ترواته إذن هذا العالم فاسد وفي الكين بيميكيالين والقانون الدولي يستغل لضرب البعض ماشي باش يتطبقوا يتطبق على الجميع باش نحارب الفساد هذا را نكون تحضرت الواحد يعني مؤتمر في كوبينهاج كل هالدول كتشتكي من الفساد بدراجات متفاوتة إذن خاص ثقافة خاص واحد النظام ليكون فيه التوزيع العادي للتروة باش ما تفعل خلقش يعني فوريخ كبيرة داخل المجتمع لا اجتماعية ولا مراتيقية ولا غيرها وخاصك يكون عندك قضاء مستقل ونزيه باش نوصلوا لمحاكمة العديلة باش ليفرطي كرد باش اللي كي في أوروبا وفغيرها باش يلقاش واحد يعني هدارة كي يضربوه لما لقاوش لما لقاوش ولكن المحاكم دياله مستقلة والقضاء عديل وهذا العالم يفبركو ملفات هوا اليوم كي حكمتا على بوتين حيث يدوز قدام محكمة دولية ومحكمش على بوش الذي دمره في أفغانستان والعراق وذلك يدوز قدام محكمة دولية مثلا بوش كلهم العائلة دياله إذن الفساد كاي وباش نحاربوه كاي طلق أولا لبنيتي الديمقراطية ودرتي استقلال ونزاهة القضاء ومحاكمة عادلة ركت نقسم النوم بزاف إلا ربطي مسؤولية بالمسائلة ركت نقسم النوم بزاف اليوم نحن كنشوفوا فبركات ملفات لواحد العداد ديالنس وكي سيفتهم الحباسات منهم محامون منهم 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 اليوم تكلمتوا على الملف ديال دكتور تنسي أنا لست لا في المحكمة ولا في هيئة الدفاع ولكن كنشوف 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 أنه كالناس ليوم اختلسوا أموال كثيرة من البلد كانوا استغلوا النفوذ ديالهم واستغلوا القرب ديالهم من السلطة وراكموا طروات أولادهم اليوم كيشوفوا في الرخاء وفي الرفاه وفي التراف ولا أحد يسائلهم ومرة من رامني كنشوفوا شي ملف كيقولوا ديال الفساد أو اختلاسات أو هذا كنتبهوا كنشوفوا كنشوفوا بالفعل هذا ملف ديال اختلاسات نحن نبغينا أنه الملف ديال اختلاسات دوس قدمنا حاكيم وأن ينال المختلصون جزاءهم ولكن كنشوفوا الدكتور تازي مثلا دكتور تازي في مدينة الدربدة أنا أترح لي سؤال لأنه الدولة ديالنا منفتحة ومشات بعيد في الخوصصة ديال المجال ديال الصحة وخايا كتقول درت منظومة صحية لكي يستفيد الجميع بالعكس كنشوفوا بأنه اليوم تلي ما كان يخلص في الرميد غير بدي يخلص في هذا الشي ديال لامو وكنشوف بأنه المشروع كان غيث على العمل فات ويسجلوا الناس ما قدروا قاعد يسجلوا الناس ما هذا لأن الناس ما عندما تخلص هذا الاشتراك الشهري وأن المستشفيات ديالنا ماشي في المستوى وأن الدولة كتشجع الخوص أنا كنشوف نشيت العيون لقيت يعني مصحات خاصة مبنية موجودة مازال ما تفتحت كانوا كي تسنوا ذاك القانون اللي دوزو مؤخرا بش يفتحوا لأن بش تفتح مصحاب حلغة تحل سيبر مارشي ليس بالدرورة تكون طبيب تكون تغيب بشكارة وتجيب الأطباء والفرملية والأطباء يخدمون عندك كذر زائل تخلصهم لماذا تفعل هذا الشيء؟ لأنه مثلا غير الجائحة كوفيد بينات بأن المدرسة والصحة مهمين بين البشكارة بأنه مجالات استثمار يدخلون فيهم مفلسات كتار هنا عودة أن الدولة المغربية تنهض بالمستشفيات البلاد نحن لدينا خمسة من المستشفيات الجامعية والمراكز الجامعية كانوا بدأوا رباط ومراكش وفاس وكين في طانجا كان خاص صورة لكي تفتح مستشفى الجامعي 45 تخصوصات تكون عندك بما فيها أطباء التخدير والدول العظام والجهزات والدول العظام والجهزات التي لم يكن تحل لكي تكملوا 40 اختصاص عاد بشهده وقالوا أنه في البرنامية الغير عملي فات نحن نبني مركز استشفائي جامعي في بني بلال ونبنيه في هنا وفي الراشدية فإذا به نتفاجأ يجيبوا لنا أنه مبقى بالعكس يحلوا هذو المراكز الاستشفائية الجامعية وغادي يفتحوا للخواص في المغرب كله لأن هذا مجال في فلسات صحيحة وغادي يفتحوا الخواص في المجال كله ونحن نعرف بأنهم يتصلوا وحد العدد المصحات التي تتمشون جيدا مستثمرين خارجيين يأتي كلهم يريدون أننا نشاركوا معكم أغلبية لم يكنوا يريدون أن يشاركوا معهم بزيز منهم تفاهمنا؟ وليهذا أنا كنت سأل هذا الدكتور التازي وماذا هذا الشفار؟ هذا طبيب مختص وكان تلقى هذه العمليات لأنه يعمل عمليات بالمجال الناس اللي مشوهين خلقيين ولا بعد شي 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 عراك ولا هذا تصابوا فجههم ولا في أعضاء ديالهم ولا في هذا وقام بواحد العدد العمليات كنا نشوفوا مقالات كانت كتاب دكتور التازي دار وداوة 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 هذا يقول الكرة هو كان يتلقى أموال وحق هذه الأموال كلها ممشت في ذلك الاتجاه نحن يريد كو كان هذا الشي بالصح وعلى أساسه ودخلوه للحبس لأنه كعين الناس كيف قلتكم اختلصة ملايير ملايير وعاتت في البلاد فساداً وأخرت المسروع التنموي ودي البناء الديمقراطي في البلاد أنت واحد ما حاسبه نحن كنت سألوا معكم هذا الدكتور اللي بناء هذه المسحة الشفاء اللي كانت الحاكم شحال هذه ودوينة فيها وشحال بالناس مشاوليها وكان يقوم بعمله فإذا به في السجن يعني واحد العدد للناس يقولوا أنا لا أعرف الصحة حقيقة ديلاً هاتشي وش هاتس يطلبوا منه يبيع الكلينيك دياله وما أبغاش ولا يتشاركوا معه شي وحدين وما أبغاش ولا شي حاجة نحن نتمنى المحاكمة العديلة رأى الكتاب ديال السيد عبد الرحيم الجمعي حافظه الله هذا النقيب ديالنا الذين اعتزوا به كتب كتاب قيم ممتاز خاصوا يقروا المحامون والقضاء ويقروا كل شي لعلا الضمير يصحق ولعلا أن الجميع يتجه بالتجار المحاكمة العديلة هاتس يد مقتل حد كانوا يمكن يتابعوه في حالتي صراح علاش شو حديرا كانوا في السجن وخرجهم قالوا كمات الوالدة دياله بقى خارج الأخر كاداش هاتشي علاش تحن الكيل بمكيالي أنا كنظن كان ممكن متابعة دياله في حالتي صراح وإذا تبوتا في حقه شي حجرها ولا وأما باش نعاقبوا واحد وما نعاقبوش الأخرين هذا ظلم ينضاف إلى الظلم اللي كان عيشوه في مجالات عديدة واللي يعني منه الشباب ديال الريف وشباب أخر واللي كانت منه أنه ينتفي إننا نريد بلادنا تحرر بلادنا ما تلقاش فيها الظاهرة ديال الاعتقال السياسي ولا ديال محاكمات الوهية باش يمكن لنا كلنا نجنده باش ندافع إلى سيادة بلادنا ولحدة التوربية ديالنا وندفع إلى خيراتنا وندفع إلى مستقبل أولادنا وولاد أولادنا هذا هو اللي غادي يحمينا وهذا شي اللي غادي يعطينا منها لبلاد ديالنا وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر